مرحبا جميعا اهلا بكم في فيديو جديد لسنا مكملين في سلسلة رمضان لما كنتوش يتفرجتو على الفيديوات اللي فاتت اسبلكم اللينكات بتاعتها تحت في الديسكريبشن بوكس فكرة فيديو النهاردة اقتراح من واحدة من المتابعين كانت عايزة فكرة تساعدها على الالتزام بالعبادات في الشهر رمضان ففيديو النهاردة ان شاء الله يكون فكرة بسيطة جدا هتساعدكم ان شاء الله على الالتزام بالعبادات المختلفة في شهر رمضان ان شاء الله اكتبوا لي تحت في الكومنت واحدة من العبادات اللي انتم حبين انكم تلتزموا بيها في شهر رمضان ان شاء الله زي مثلا الصلاة او السنة بتاعة الصلاة او حتى اذكار الصباح او المساء او كده وهكده اكتبوها لي تحت الكومنت وان شاء الله هنزل اقرأ وكمان قبل ما نبدأ في فيديو ناردة شكرا لكل الناس الحلوة اللي اتفرجت على الفيديو اللي فات وخصوصا سارة لو حبيين ان الكومنت بتاعكم يتحط في الفيديو اللي جاي علقوا تحت باستخدام هاشتاج جيش الاشعارات اختار واحد من الكومنت اللي هتتكتب في اول 30 ديئة من تنزيل الفيديو عشان احطوه في اول الفيديو اللي جاي ان شاء الله وطبعا عشان تكون ليكم الفرصة في كده اشتركوا في القناة وفعلوا الجراز عشان الفيديو توصلكم اول ما تنزل على طول ويلا بينا نبدأ بالفيديو بتاع النهاردة اول حاجة نعملها هي ان احنا نجيب ورقة وقلم ونكتب كل حاجة احنا عايزين نلتزم بيها لعلاقة بالعبادات في شهر رمضان ان شاء الله زي مثلا الصلاة الصوم الاذكار اي حاجة انتم حابين انكم تلتزموا بيها بشكل يومي الحاجة اللي احنا نعملها النهاردة مش بس حاجة نقدر نعملها في رمضان لا هي مكملة معنا كل يوم طول السنة كل شهر فحلو ان احنا نعمل الفكرة اللي هنعملها النهاردة مع بعض في الفيديو بحيث ان هي تكون ورقة لكل شهر علشان نلتزم بالعبادات بقدر الامكان ان شاء الله زي ما قلت لكم هنجيب ورقة وقلم وهنكتب فيها كل الحاجات اللي احنا حابين ان احنا نلتزم بيها خلال الشهر كل واحد يحدد الحاجة مثلا اللي هو مقصر فيها او الحاجة اللي هو عايز يلتزم بيها كل يوم اكتر يعني مثلا ممكن يكون في حد ملتزم بالخمس صلوات في اليوم فمش محتاج ان هو اكتبه في الجدول او ان هو يتتبعها او كده ولكن حابب ان هو يضيف للروتين اليوم بتاعه ان هو يصلي السنن بتاعة الصلاة وكده فيكتبها في الجدول فعلى حسب انتم عايزين تلتزموا بايه اكتبوه في الجدول بتاعكم هنحتاج ورق مربعات الورق مربعات اللي هو اتوقع ده بيبقى النص ملي هيساهل علينا جدا جدا الشغل لو مش عندنا عادي مفيش مشكلة ولكن هياخد مننا وقت التصطير مش اكتر ولكن لو عندنا ورق المربعات ده هيساهل علينا كتير جدا اول حاجة عملت خطين من فوق ما بين الخطين كانت تلات مربعات تقريبا وبعد جنين عملت المستطيل اللي في الجم كان خمس مربعات دلوقتي الجزء الخاص بالصلاة هنعمل خمس مربعات بردو والجزء الخاص بالسنن بتاعة الصلاة هنعمل خمس مربعات بردو بقية الجداول او بقية الحاجات اللي احنا عايزين نلتزم بيها هتكون ليها مربعين هنبدأ ان احنا نسطر الجدول بتاعنا باستخدام اي لون انتم حابينه على حسب اللون اللي انتم مفضلينه او كده والخنات هتكون على حسب العبادات اللي انتم عايزين تلتزموا بيها عددها وكده دلوقتي هنبدأ نعبي الجدول بتاعنا بالحاجات اللي احنا عايزين نلتزم بيها او بالحاجات اللي احنا كنا محددينها على الورقة من شوية بالنسبة للجزء الخاص بالصلاة هنكتب كلمة مثلا الصلاة او سنن الصلاة وبعدين بالعرض هنبدأ ان احنا نكتب الصلاوات الخمسة او الفروضة الخمسة بالجنب كل يعني كل مربع صغير هيكون بيمثل صلاة من الصلاوات من الفجر لحد العشاء سواء في السنن او في الصلاة لو انتم هتعملوا الخانة دي في الجدول بتاعكم وبعد كده هنبدأ بقى بشكل طبيعي جدا نعبي بقية الجدول كله بالحاجات اللي احنا كنا محددينها اختيار الالوان طبعا راجع ليكم اختاروا اي الوان انتم حب منها وهترتاحوا فيها بالنسبة للمستطيل اللي كنا عاملينه في الاول خالص في اول الجدول ده هنكتب فيه الايام بتاعة رمضان من واحد لحد تلاتين اللي انا عملته وانا كتبت مثلا واحد رمضان اثنين رمضان تلاتة رمضان وهكذا بس ما حبيتش الوضع بعد ما خلصته لان خطي مش حلوه مش متناسق خالص فعشان كده ما حبيتش ان اكتب يعني ما حبيتش فكرة ان انا كتبت كلمة رمضان جنب كل رقم ما علينا يعني الخطوة اللي بعد كده هنقطع الورقة بتاعتنا من الدفتر بس بعد ما اطعتها افتكرت ان في خانة عايزة اضفها وهي خانة تقييم اليوم هنقيم اليوم بتاعنا من خمسة من واحد لخمسة كل مربع من المربعات اللي تحت كلمة تقييم اليوم هيبقى برقم زي مواضح قدامكم في الفيديو يعني مثلا لو انا التزمت بكل حاجة انا محددها في الجدول بتاعي حد لنفسي خمسة من خمسة لو ما التزمتش مثلا بنص الحاجة حد لنفسي يعني على حسب كل واحد هيقسم التقييم بتاعه من خمسة او من عشرة او ايا كان التقسيم بتاعكم اللي انتم حابين تقسموه دلوقتي جات فقرة التزيين هنحتاج ورقة ملونة باي لون انتم حابينه وهنحدد حجم الورقة بتاعة الجدول وعلى اساسه هنقص الورقة الملونة حجم الورقة الملونة لازم يكون اكبر من الجدول بشوية بحيث ان هو يدينا حواف لون الورقة الملونة زي مواضح قدامكم ممكن تكتفوا بالخطوات لحد هنا لو حابين انكم تزينوا زيادة اتبعوا بعض الخطوات اللي جاية في الفيديو للتزيين الزيادة هنحتاج فوم جلتر او مثلا ممكن لو ما عندكمش استخدموا ورق ملون بحيث انه يدي شكل زيادة للجدول بتاعته ولزقتوا على الفوم جلتر وبعد كده كتبتوا في ورقة صغيرة جدول العبادات او بالاصح مما هي اللي كتبتها لان انا خطي مش هلو زي ما انتم عارفين ولزقتها على الفوم جلتر الحركة اللي بعد كده عملناها قبل كده في فيديو بس نزل تقريبا من سنتين ولا حاجة ولا سنة مش فكرة هي ان احنا نجيب اللي هو المشبك بتاع الورق هنحط فيه نقطة مسدس شمع وبعد كده هنلزق عليه شريطة ستان هناخد الالم اللي احنا حابين ان احنا نكتب به على الجدول بتاعنا ونحدد الحجم بتاعه ونقص الزيادات وبعد كده نحط نقطة مسدس شمع تاني علشان نلزق شريطة ستان الحركة دي هتساعدنا على ان الالم يكون موجود جنب الجدول وان احنا نستخدمه على طول يعني نشد الالم من مكانه ونستخدمه عادي في الجدول بتاعنا وكده الفكرة بسيطة جدا ومش بتاخد وقت حتى ممكن تعملوها في الدفاتر بتاعتكم او الكتب او كده اخر فكرة معانا حاجة سريعة جدا هنحتاج مشبك من المشابك اللي هي الصغيرة ونلزقه مسدس الشمع على الفوم جلتر اللي عندنا فكرة المشبك ده ايه ان احنا مثلا ممكن كل يوم او كل كم يوم نختار اية من القرآن اية مثلا من الايات اللي احنا قرأناها او كده ونكتبها في ورقة ونعلقها في المشبك فكرة الجدول بسيطة جدا وزي ما قلتلكم حوار التزيين ده مش لازم خالص الفكرة ان احنا يكون قدامنا الجدول بتاعنا علشان يحمسنا ويحفزنا ان احنا نلتزم بالعبادات وكده وزي ما قلت برضو في اول الفيديو الجدول مش لازم ان احنا نعمله بس لشهر رمضان الجدول ده لازم يكون ماشي معانا طول الوقت وربنا يا رب يعيدنا كلنا على الذكر والطاعة والعبادة الفكرة كمان حلوة جدا للاطفال يعني مثلا ممكن لو مثلا عندك طفل او حاجة تعمليولي الجدول ده وتحط فيه مثلا عبادات او حاجات بسيطة بحيث ان هو يلتزم معاكي بيها وكده وتحددي مثلا لهدية في اخر اليوم لو جاب خمسة من خمسة في اليوم بتاعه يعني عمل صح على كل حاجة في الجدول وجاب خمسة من خمسة اذا طبقتوا فكرة فيديو النهاردة ابعتولي تطبيقاتكم على حسابي في انستجرام او تويتر وفرح جدا جدا بالتطبيقات بتاعتكم وبتسعدني حد ما اشوفكم الفيديو اللي جاي انساء الله كنوا بخير والى اللقاء اشتركوا في القناة